كابتن علاء من الحاجات الملحوظة في الكرة المصرية بشكل عامل على مستوى الفرق حتى الفرق الكبير أهل وزمائي وحتى على مستوى المنتخبات بمختلف الأعمار مهما عندنا مشاكل مكررة دفاعية يعني تلاقي المنتخب بيشتغل كويس قوي بس فيه صغرات تلاقي الأهل بيشتغل كويس قوي بس فيه صغرات زمائيك بيشتغل كويس قوي صغرات وتلاقي ايه وتتصدم كده وانتو بتتفرج يا عاما انتو كنتو ماشيين حلو تصدر قلت الجملة دي بقى لي قد ايه؟ اه قل بقى لي سنتين تقول لها بقى لك سنتين بتكلم على المشاكل الدفاعية الموجودة في فرق مصر كلها وبالتالي بتصب في المنتخب عندنا مشاكل دفاعية خطيرة يعني زي ما حضرك بتفضلت قلت انت ممكن تبقى مسك الجيم وواحدة كده تلاقي غريبة الشكل تخش في الجون صح ودي واضحة في الأندية كان النادي الأهلي كان ممكن يلعب السيزون بيخشش فيه جونين ثلاثة سيزون كامل صح خوة دفاعية كان وقى الجمعة محمد يوسف واني رمزي وبرويم سعيد و وقى الجمعة وقى الجمعة اللي بقولك تحس اللي فيه خوة دفاعية عشان كده الكاتلوجين بيتيكي بصعوبة جدا يعني مشكلة فردية ولا تكتيك هي اللي اتنين مع بعض يا سيدي اه الاتنين كوالة لعيبة اه وتدريبات عشان كده وقلت لك ايه؟ المدرب اللي هو بيصلح اه محمود الجهري الله يرحمه خلى هشام يكن من احسن سرزباكات مصر مم هو دا المدربة وكان عنده اخطائك كابتن هشام وقتها وتصلحت مع كابتن محمود الجهري اه محمود الجهري صنع هشام يكن هو هشام يكن يقولك اه بنفسه هو دا المدربة مم مع ان محمود الجهري مش مستديم مع النادي اه كانسان دمدار المنتخب اه دمدار المنتخب باخدك كل فترة بس كان بقى ايه متابعة اه ويتكلم من مدرب بتاعه اقوله الشغل عليك حتة فنية ولما ياخده بعال المنتخب ياخده حتة فنية هي دي هو دا الاخلاص في العمل هو دا اللي انا بتكلم عليه لفاكت كابتن عبزار قال لي انه كابتن محمود الجهري وانت تايبا كنت ماروح طوله المنصورة مخصوص تفرج عليه طبعا دا اعرف قصة عبزار الساقة دي معرفش التفاصيل كلمني قال له يا عيلو عايزيني يروح المنصورة فيه ولد عبزار الساقة طول ما انا كنت انا ما عم تاخد بالوم بساعة طول ما انا قلت لك عليها كابتن قال لي تعالي راح نشوف فقال ليك بجنبي عملت غرزتين كده مم ايه راح قال لي ايه عشان ما بتخلقش بقى كرح نايم اه وصلنا مقاييش بقى وبمهم ايه اه بعد الشيط الاولاني طبعا دخلنا الاستاد المنصورة المنصورة كلها تحييل بالجواب المنصورة والله ارحمه بعد الشيط علاني يلا قلت بس المشوار ايه اتضرب ركبنا العربية راح مولى عصد نعرف كان بيدخنجا قال لي هو دا من اول شوت قال لي هو دا دا علوة اللي هلتشغل معها وكلم كان ساعتها كان ابراهيم مجاهد طبعا رئيس النادي رحمة اه وقال له هلاخد عبد الظاهر دا المطش بتاعك بتلعب يوم الجمعة ويوم الاربع بالليل هجبهولك خميس يريح والجمعة لابعك المطش كنت باخده قاله وكابتن جهري ترك الخيل في نادي الشمس كان العلوة للرملة الترابة قدي كده غرزة بتاعت الحصانة وكابتن جهري كان يعد وانا اشتغل معاه اللي جات لم عبد الظاهر كان بيرجع صبحية كانت الحصانة كان بتتمرن الصبحية الساعة سبعة في التراك في حصان كان مرة جير وراء عبد الظاهر اسأله كده اه والله كان بقول له ما فيش حصانة بتسأل عليها كابتن كنت بعملهم دا الرشاقة جوه الرملة دي وطلعوا من على الارض فوق بالكرة كان بيروح بالشايف وموصلوا المكان الاقامة وكنا نعد عليه بعد الظهر اخدوا ملعب الماولين ونشتغل معاه بقى مرة روح الماولين مرة روحنا لليوبلس مرة روح فوند الموغنبيك واشتغل معاه بقى عبارات من هنا وطلع واشتغل عبارات من هنا وطلع نفس الكلام واقل جمعة نفس اللي حصل مع عبدالظاهر الثقة هو اللي حصل مع واقل جمعة والاتنين ربنا بارك لهم لان هما الاتنين لغاية النهاردة يقول لك فلان وفلان هما اللي عملوا معنا كذا كذا كذا